يعني جسمك وانت بتكرأ في جلسة الخلو دي وبتعمل طريقة الشهيك والزاكفير اتمنى نكون فهمتني في الوعي اللي بقدمهلك ده وتطلع مية من الجسم أثناء الكراءة هو ده الطاقات السلبية قد تكون الطاقات السلبية اللي خرجها من جسمك بشكل مية دي طلاصم سحرة وبتفك بياسين بالشكل ده يعني تحط في نيتك أمنيتك تتوضى وتصلي ركعتين صلة تتوجه إلى الإبلة تيجيبها الركم ده كل مرة واحدة وزي ما ياخد بقى معاك ياخد معاك ساعتين ياخد معاك تلات زي ما ياخد معاك الوقت بالزبط المهمة أنا عايزك وانت بتخلص وتعيد تخلص وتعيد تخلص وتعيد وكذا وبتعمل طريقة الشهيك والزاكفير أنا عايز جسمك يطلع من الداخل الطاقة السلبية في شكل مية وأي أعرض كمان أثناء الكراءة مثلا في منطقة الحل أو في منطقة القلب مثلا في منطقة المعدتك مثلا في صدح في منطقة الجبهة جميل لا تقلق وانت كده طريقة فعلت معاك وقت وده اللي انت بتدور عليه وعايزه أخطر أنواع الأسحار اعمل عليها ياسين بالشكل ده يلا ما يسمى سحرة وانت متأكد والفيدي ده جو قدامك وسمعتني أو شفتني بتكلم كده عن طريقة ياسين بالشكل ده وبالعدد ده وبطريقة الشهيك والزاكفير والجلسة القلوة دي اعمل عليها ياسين بالشكل ده لو انت إنسان مريض مرض عضوي وتعبان اعمل ياسين بالشكل ده صدقني هتنبهر من النتائج وانت كذلك يا اللي مصحور محسود متعطل طريقة كشف تعملها أي أمنية في حياتك شفت الفيديو دي وانا بتكلم فيه وانت عندك أي لغبطة في حياتك طبق طريقة ياسين بالشكل ده تعملها لمدة 21 يوم جلسة كل يوم يوم فيه يوم اعمل الجلسة ويوم ما اعملش واليوم اللي ما اعملش فيه الجلسة دي اشوف النتائج علي ايه اشوف احساسي ايه اشوف طغطي وضعها ايه اشوف فرحة النفسية نسبتها قد ايه يبقى المدة كلها 21 يوم يوم فيه يوم تعمل الجلسة ويوم ما تعملش وبإذن الله عمرك كلها تتيسر ومشاكلك كلها تتحل مع ياسين بالشكل ده اهم الشيء الثقة في الله طيقكم بالله مطلوب الايمان بالله مطلوب التركيز اثناء الكراءة مطلوب ودي الجلسة وقتها زي ما تاخد ما فيش مشكلة والنية كمان مطلوبة نحبكم في الله ونشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة